اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا مرة اخرى فيديو جديد على قناتي وقناتكم فاتيموند اليوم جيتكم طريقة جيد سهلة لتحضر الحليب المكتف المحلة غير بجوج مكونات فقط الى كنتوا اول مرة تشوفوا القناة ديالي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة بالضغط على الجرس باش يبصلكم كل جديد ديالي نخليكم معا دلا فيديو وفورجة ممتعة غادي نحتاج كز ديال الحليب غبرا كز ديال سكر سانيدة نسكز ديال ما طايب ما كان غليه ومبعد كان ندير هنس كمية ديال هاد العبار صافي مبعد غادي نديرهم في الخلط كهربائي كان ندير الحليب هو الاول ندير فوق منه السكر وندير الماء ديك الماء الطايب هو اللي كي يدوب السكر وكي يخلطهم زيان الحليب باش كي ينساجم مع السكر نخلطه تقريبا واحد جوج دقائق حسرت ثلاث دقائق وارجع معاكم نخلطه تقريبا واحد جوجد نخلطه تقريبا واحد جوجد من بعد ما كيتخلطم زيان كي يخلط لكم جوجد دقائق او لا ثلاث دقائق اه إذا كنتو ما تخلطش كان ولي نخلطه بالمعلقة ونعود ندوره دور اخرى حتى ينساجم كل شي ومن بعد كان نشوفوش تخلط هكدا القوام دياله كي يجي كي يجعلها تشكل هكدا كي يجي هائل كي تشوفو معايا هذا هو القوام دياله ما كي يكون شقاع الفرق بينه بين الحليب المركز المحلة اللي كي يكون واجد لا في الشكل ولا في المعضاق اللي كي يكون ش vegetة بارد مزيان ومن بعد كان نعمره في قراءة ديال الجاج وكان حتى في بيعهم إما في تلاجة وإما في المجميد صافي من بعد ما وجد لي حليب انا ما كان طيبوش كي انا نخلطو في الخلاط كي لاحطو معايا و لو بغيتو تدير واحد شوية زبدة انا ما كنديرش فيه الدهنيات حدا جلال حليب كيكون فيه المادة دا سيما لو بغيتو تدير واحد نص معلقة ما كانت مشكل كيبقى لكم الاختيار صافي بعد ما وجدته كتلاحضو معايا كيجي نفس بحالو في حال ديال هاد الحق ديال نيسلي ما كيكون جداع الفرق دا في الماداق ولا في اللون ولا في كل شي اقتصادي وكان وجده بسرعة وما فيش مواد الحافظة كانحتاجوه بزاف بنسبة للا غلاس ولا الليغاتو لب ان شاء الله نصوب معاكم شي واصفات بهذه الرحلة بالنسبة للي صوبت كانحتفظو به في التلاجة واحد تلسة سيمانات ولا بغيتو تحتفظو به اكتر او اللي درتوه كمية كتيرا كديره في الموج ميد في الموج ميد ما كايداع شغس دهم زيان 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 وخليه في الموج ميد حتى تحتاجه وجبدوه صافي هاكدا نكون سالي تلا فيديو دهاننا نتمنى تلا فيديو تعجبكم نخليكم في امان الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة